جهود دولية كبيرة تبحث الحلول اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية التي تنجم عن عوامل عديدة حيث تشكل مواجهة تغير المناخ هدفا دوليا باتت مملكة البحرين انصرا فاعلا فيه عبر مشاركاتها الدولية وقد أطلقت مملكة البحرين عددا من المبادرات والمشاريع والخطط وشاركت في تحالف إقليمي غير مسبوق تحت مظلة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة أزمة تغير المناخ يتجه العالم أجمع إلى إحداث تغيير إيجابي في ظل ما يتعرض له كوكب الأرض من ممارسات ضرة للبيئة خلفت وراءها انبعاثات كربونية مسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ إلا أن الحلول لا تزال متاحة والجهود واضحة للعيان فبرزت ملامح تحالف إقليمي تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هذا التحالف الذي يشارك بعشرة بالمئة من المساهمات العالمية في خفض الانبعاثات باتت مملكة البحرين أحد أطرافه الفاعلة من خلال مرسوم ملكي إلى جانب استراتيجيات وإجراءات ومشاريع ما وضع المملكة في مقدمة الدول التي تسعى خلال السنوات العشر المقبلة لزراعة أربعين مليار شجرة في الشرق الأوسط وخمسين مليار شجرة على مستوى العالم وباعتماد مبدأ كوكب الأرض أولا أطلق ولي العهد السعودي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة خمس وعشرين دولة من بينها البحرين كعنصر فاعل ومؤثر ضمن الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التصدي لظاهرة التغير المناخي وإعلان التزامها بأهم المبادرات والاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمناخ والوصول للحياد الكربوني لمستوى الصفر بحلول عام الفين وستين من خلال مضاعفة عدد الأشجار بشكل عام في مملكة البحرين بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين أما بالنسبة للمشاريع المتجهة نحو تعزيز الأمن البيئي المستدام كان أبرزها التفاهم البحريني السعودي لزراعة مائة ألف شجرة في مملكة البحرين تحت عنوان زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية إلى جانب ما أعلنت عنه البحرين في قمة المناخ العالمية كوب 28 عزمها إطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار ما سبق ذكره لا يمكن أن يتحول إلى واقع ملموس إلا إذا تعهدت الدول وتوحدت الجهود المشاركة نحو تمويل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ودعم المبادرات الإقليمية والدولية نحو مستقبل واعد في بيئة آمنة وأكثر استدامة ترجمة نانسي قنقر